اهلا بيجو في الحلقة التانية انا شكري الحلقة دي نتكلم فيها على الانواع الاساسية للميكروفونات كلمة اوديو هو الشكل او الماثل الكهرابي لكلمة ساوند للأسف في العربي بنترجمها كلها صوت كلمة ساوند او موجات الصوت بيتحول الى اوديو عن طريق محول للطاقة منسميه الميكروفون فيه ثلاث انواع حساسية للميكروفونات اول واحد المايك الديناميكي او ذات الملف المتحرك مواصفاته نمرة واحد مايك متين بيستحمل الوقعات نمرة اتنين اقل حساسية للصوت من حيث التراددات والمدى في بعض الاستخدامات بنحتاج نستخدم مايك اقل حساسية تخيل معايا السيناريو ده مزيح بيسجل في شارع دوشة جدا واستخدم مايك حساس قوي بين كل الاصوات البعيدة والقريبة المضوع ده هيبقى دوشة جدا عشان كده المايك الديناميكي نمرة ثلاثة من مواصفاته انه بيستخدم في الاوساط اللي اسواتها عالية جدا تكوينه بيتكون من ملف نحاسي مسبت ما بين طرفين مغناطيس قوي على طرف الملف النحاسي ده متسبت رق المايك ودائما بيقى مصنوع من البلاستيك او الالمونيوم لما موجات الصوت بتهز الرق ده بيتهز معاه الملف النحاسي وعشان كده المايك الديناميكي بنسميه ذات الملف المتحرك لما بتحرك الملف النحاسي بيطع خطوط المجالة المغناطيسية ومنها بتانطق جوه دفعة مغناطيسية بالميلي فولت وهي دي الاوديو من اشهر تلات ميكات ديناميكية مستخدمة في مجال هندس الصوت واحد شور اس ام سبعة وخمسين المايك ده بيستخدم في مايكينج كلمة مايكينج هنستخدمها زي ما هي كده بالانجليزي لانه ملهاش مصطلح بالعربي وهي معناها انك تحط المايكروفون قدام اي حاجة بتطلع صوت سواء انسان او آلة او اي حاجة بتطلع صوت ده معناه مايكينج واحد شور اس ام سبعة وخمسين المايك ده بيستخدم في مايكينج الجيتار كمان الات الاقاع زي الطابلة او الات النفخ زي الساكسفون نمرة اتنين اس ام تمانية وخمسين هتشوفوا كتير قوي مهندتين صوت مستخدمين في اللايف في مايكينج الاصوات ثلاثة سينهايزر امي دي 421 فيما قولها بتقول لو هتستخدم مايك ديناميكي واحد استخدم المايك ده لان المايك ده الرئي بتاعه عريض جدا وبيقدر يستقبل الاصوات للترددات بتاعتها والعيلة قوي زي البيس جيتار زي كيكل درامز وكمان زي آلات الاقاع وآلات البركاشن تاني نوع من انواع الاساسية للمكروفونات هو المايك المكسف او الكندنسر مايك مواصفاته ان اكثر حساسية لتغيرات الصوت اتنين بيحتاج فانتوم باور عشان يشتغل تلاتة بنيقدر نغير زاود استقبال الصوت نمرة اتنين ونمرة تلاتة لهيها الفانتوم باور وزاود استقبال الصوت هرتكلم عنها اكتر قدام تكوينه مكون من لوحين معدنيين بينهم مادة عزلة او فراغ لوحين المعدنيين دول كل واحد فيهم بيحمل اشارة كهربية عكس التاني مثلا موجب وسالم ومن هنا بيتكون المكسف ساعة المكسف او قدرته على تغزين الطاقة الكهربية بيتعتمد على حاجتين نمرة واحد المسافة ما بين اللوحين المعدنيين نمرة اتنين الاشارة الكهربية اللي بيحملها كل الواح انت ملاحظ ان انا عمال اقول اشارة كهربية بيحملها الالواح منين جات الاشارة الكهربية دي الاشارة الكهربية دي هي الفانتوم باور عشان المايك الكوندنسر يشتغل لازم تديله الطاقة الكهربية دي من الفانتوم باور وبعض المايكات الكوندنسر بيتركب لها بطاريات موجات الصوت لما بتهز الألواح المعدنية دي فالمسافة من بينهم بتتغير ومنها بيتغير سعة المكسف وبينتج عنها قوة دفع كهربية اللي هي الأوديو ومن هنا يبقى فهمنا إن في المايكل كوندنسر أو المكسف الألواح المعدنية دي هي رق المايكروفون عشان كده اللي بيصنع المايكل كوندنسر بيهتم قوي بالألواح دي فبيصنعها من النيكل أو من الدهب وعشان كده دايماً الكندنسر أغلب كتير من المايكل ديناميك من أشهر تلت مايكات كوندنسر بنستخدمها في مجال هندس الصوت هما نمرة واحد طبعاً العظيم نويمن يو 87 أي آي من أقدم وأشهر المايكروفونيات المستخدمة في مجال هندس الصوت بيقدر يسجل الوتريات، الأصوات، آلات الإيقاع، الجيتارات وهتلاقيه في أقدم الفيديوهات لأقدم البندات اتنين AKG C414 المايك ده تامنه تلت مايك نويمن لكن بيطلع كواليتي كويس جداً كمان في مميزات إنه ممكن تغير فيه زاوية استقبال الصوت أعتقد جي الوقت إنه نتكلم أكتر على زاوية استقبال الصوت ودي الزاوية اللي منها المايك بيستقبل الصوت بمعنى أقدر أخلي المايك يستقبل بس صوتي من قدام وما يستقبلش أي صوت من ظهر المايك أو أغير ده إنه يستقبل صوتي من قدام وكمان يقدر يستقبل أي صوت من وراء أو إنه أقدر أغير ده وخليه يستقبل الصوت من جميع النواحي المايك ده هتلاقيه بيستخدم كتير قوي في اللايف وكمان في ريكوردينج في الاستوديو معظم المهندسين بيستخدموه أوفرهيدز للدرامز تالت نعمة أنواع أساسية للميكروفونات هو المايك الشريتي تكوين المايك الشريتي قريب أول المايك الديناميكي هو برضو مكاوم من مغناطيس قوي على شكل حرف يو أو حدوة حصان على طرفين مغناطيس دول متعلق رق المايك وهو عبارة عن شريت طريقة عمله كمان قريبة أول المايك الديناميكي فموجات الصود بتهز الشريت ده ومنها بتقطع خطوط المجال المغناطيسي ومنها بيتكون قوة ضفع مغناطيسية اللي هي الاوديو حصانية المايك ده بتحدد عن طريق تلات حاجات نمرة واحد ثمك الشريت وهو دايما بيتراوح ما بين 3 ل 6 مايكرون اتنين قد إيه الشريت ده مشدود تلاتة قد إيه الشريت ده مموج أسوح حاكتين تقدر تعامله من المايك الشريتي واحد إنك توقع المايك اتنين إنك تديله فانتوم باور لأن 99% الشريت ده قطع والمايك ده باز معظم المعاكات الشريتية يبقى زاود يستقبال الصود فيها على شكل 8 بالانجليزي فبتقدر تاخد الصود من قدام وكمان من ورا فنقدر نستخدمه فيه لو فيه عندي اتنين بيسجله من نفس المايك أو الموزيع والضيف هيكلمه من نفس المايك عايز أقول لك منين تعرف وش المايك جميع الشركات اللي بتصنع المايكروفونات تفعل أن هم يطبعهم اسم الشركة على وش المايك من أكتر 3 مايكات شريتية مستخدمة في مجال هندس الصوت نمرة 1 روير 121 شركة روير من أهم الشركات اللي بتعمل المايكات الشريتية سنة 2013 أخذ تيكنيكا الجرامي أول اتنين RCA44 من أقدم مايكات الشريتية الرئي بتاعه عريض عشان جايا دايما بيطلع الصوت دافي 3-A-E-A-R-84 وده برضو مايك الرئي بتاعه عريض وبيطلع الصوت دافي قوي الحلقة خلصت لكن كل كلمة أنا قلتها هحط المصدر بتاعها تحت الفيديو كمان أشجعك أنك تعمل لايك وسبسكرايب وشير للحلقة لو أنت عايز نقول لك الحلقة الثالثة نزلت إمتى سلامتك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة